بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة المهدى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم اللي عادة معاه تشرح الصدر وتخلي القلب يستنير وخاصة لو جينا وحاولنا نوعا مع حضرة النبي وإحنا بنشم روايح وقت كان من أفضل الأوقات رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع الصحابة ويقف فيهم ويخطف فيهم صلى الله عليه وسلم النهاردة بنتكلم عن حديث من أجل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ليه طيب؟ لأنه بيكلم عن حاجة إنسانية كبيرة قصة إنسانية كبيرة حضرة النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وقف خطيبا في الناس ثم وجه خطابا ليس للحجيك فقط بل لكل إنسان على وجه الأرض وده يخليك تعرف إن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم كلامه أوسع بكتير من أي حد وكلامه في نفس المعنى اللي جاي في القرآن إنه لا يخلق على كسرة الرب تعالوا مع بعض نقعد في هذه الحالة وكأننا موجودين مع حضرة النبي صلى الله عليه وسلم في وسط الصحابة هم بيسمعوه وهو بينادي مش عليهم بس حاجة غريبة قوي كان ممكن حد من الصحابة يقول لهم يقول يا جماعة إحنا ما عندناش حد تاني من غير المسلمين لكن إلا حصل حضرة النبي قال في هذا المشهد المهيب يا أيها الناس إن ربكم واحد وإن أباكم واحد ألا لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي ولا لأحمر على أسود ولا لأسود على أحمر إلا بالتقوى إن أكرمكم عند الله أتقاكم ألا هل بلغت؟ قالوا بلى يا رسول الله قال فليبلغ الشاهد الغائب الحديث ده من أهم الأحاديث اللي ممكن نتكلم عنه وخاصة في الظرف اللي احنا فيه ده ليه بقى؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم يكلم الصحابة ويقول للصحابة هذا الخطاب البليغ بيقول للصحابة والصحابة كانوا فوق المئة وعشرين ألف صحابي فبيخطب فيهم صلى الله عليه وآله وسلم بيخطب فيهم بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم بيعرفهم مبدأ من المبادئ الإنسانية الكبرى وهو مبدأ السواسية مبدأ السواسية اللي ليه ثلاثة دواير هو مبدأ كبير ولكن فيه ثلاثة قيم كبرى مبدأ الإنسانية والمسواة والعدل ماذا؟ مبدأ المسواة الإنسانية والمسواة والعدل يعني ايه؟ تعالوا نشوف الحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هو بيكلم الصحابة بيقول لهم ايه؟ إن يا أيها الناس إيه اللي حصل؟ إيه الخطاب؟ إن ربكم واحد فيذكرهم بالوحدانية يذكرهم بأنهم عبيد وأن الله سبحانه وتعالى لهم إيه؟ لهم إله طب هم عبيد والله سبحانه وتعالى لهم إيه؟ إيه تاني؟ وامتدادهم الإنسان كمان واحد إن ربكم واحد وإن أباكم واحد يعني إيه؟ يعني تعالوا نبص أنكم خلقتم من عند الله وأنتم عشتم بأصل واحد يعني أنتم في نعمة الوجود من عند الواحد سبحانه وتعالى وفي العيش في هذه الأرض أتيتم من واحد فعايز ذكرهم بإيه؟ بمعنى الإنسانية معنى الإنسانية أن فيه إنسان والمعنى ده مركب من أمرين من العبودية والمشاركة في الخلق فنحن عبيد لله مشتركون في الخلق هذا معنى إنساني مهم لازم نؤكد عليه فلما نيجي نتكلم عن الإنسانية هنتكلم عن إيه اللي حاصل عن من الإنسان هل الإنسان اللي بيقتل ويفسد في الأرض من غير حساب بل بدعم لدعاة الإنسانية والتقدم ولا عن الإنسان من حيث كونه إنساناً مكرماً بغض النظر عن لونه وجنسه ولغته وقوميته مهم الحديث ده نتكلم فيه النهاردة وإحنا بنواجه لإنحياز الغرب للجنس الأبيض والتوجه الصهيوني دايماً بنقول إن الحضارة لا تقاس أبداً بمجرد التقدم المادي أو التقن وإنما لابد من قيم تقود تلك الحضارة وإلا إذا خلت هذه الحضارة من القيم هنشوفه أوروشيما ونجازاجي جديدة إذا ما كناش أنا بنشوفها الأيام دي زي ما سمعنا مسؤول في الكيان المحتل هو بيقول إن إحنا نضرب غزة بالنوع هنا لازم نرجع تاني حضرت النبي صلى الله عليه وسلم بيأسس عندنا معنى مهمة قوي مفيش فيكم إله كلكم عبيد كلكم عبيد إن ربكم واحد مفيش حد رب التاني حتى غير مؤمن بدين رب الله لأن حضرت النبي قال ما هلش أيها المؤمنون فنقول بقى كل المؤمنين بالأديان لا يا أيها الناس إن ربكم واحد يبقى حتى الإنسان الذي لا يؤمن بالله ربه الله لأن في الحقيقة الخالق هو الله حتى وإن أنكر ذلك فده مش هيغير الحقيقة أن الذي خلقه هو الله فده يقتضي إن مفيش أي شكل من أشكال التمييز ويقضي على فكرة التمييز وإن الأديان جاءت لسعادة الإنسان وإلى إنه يزداد خلقاً مع الكل وإن فكرة التمايز دي والتمييز فكرة مرفوضة دينياً قبل ما تكون مرفوضة في القوانين الدولية والمواثيق وإن اللي سبق كل المواثيق الدولية والقوانين دي الإسلام عندما جاء وقال إن ربكم واحد لما حضرت النبي أول كلمة يا أيها الناس إن ربكم واحد وإن أباكم واحد فنفى إن يكون في أي تمايز على أساس دين وإنما على قدر ما تملك من أخلاق وقيم حضرت النبي بيقول لك معنى مهم أول جداً في المساواة بين الناس ما حدش يقول لي المساواة بين أهل الدين وعدم أهل الدين في مسألة الدين ما حدش يقول كده لكن احنا بنتكلم على الإنسانية كلنا إنسان فالمساواة بين الإنسان إن أباكم واحد فكرة إن الإنسان أخو الإنسان بنلاقيها وإحنا بنتكلم عن المشترك الإنساني والعيش المشترك وهي واحدة من الأصول التي بنى عليها الإسلام المجتمع أي مجتمع بالمناسبة وثيقة المدينة لما تكلمت ورسول الله عليه الصلاة بيكتب وثيقة المدينة وبيتكلم عن المختلفين في الدين فجعلهم جزء من المجتمع وقال لهم ما لنا وعليهم ما علينا ده ما كانش اختراع وليد لحظة المدينة خلي بالكم إن حضرت النبي صلى الله عليه وسلم اللي كان بيعمله ما كانش بيبقى اختراع ده أمر إلهي يظهر في وقته ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تكلم وقال لهم ما لنا وعليهم ما علينا كان بيردنا إلى الأصل الإنساني اللي هو أصلنا الواحد يبقى ما فيش أصحاب ما فيش حد مفضل على حد يبقى أصحاب البصرة البيضاء مش أفضل من أصحاب البصرة السمراء اللي موجودين في إفريق لأنهم ناهم نفس الحقوق لهم نفس الحقوق في هذه الحياة فمحدش يفضل نفسه على الآخر لأن أبانا واحد وإخواتنا في غزة لهم نفس حقوق الشعب الأوكراني زي ما بيكلموا على أن في شعب بيقتل ويوأ كمان في شعب بيصبح أمام العالم كله وعشان كده أحد روايات الحديث جاء فيها كلكم لآدم وآدم من تراب يعني بلاش بقى التكبر على الناس وفكرة سمو الجنس وشعب الله المختار في النهاية أنت أصلك هو أصل كافة البشر علشان كده فكرة التمييز العنصري المبني على فكرة الجنس هذا تمييز في الحقيقة قاتل للإنسانية يقضي على الإنسانية وعشان كده اللي بيحصل اللي الملائجة تسألت عنه قالوا أتجعل فيها ما يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك فاللي علموا وعلم آدم الأسماء كلها آدم أبونا الواحد فتسوينا كل اللي عايش متساوف إن أبوه آدم تعلم وعلم أولاده هذا العلم فالتفاضل بالعرق أو النسب أو أي مظهر من مظاهر دي فكرة تقضي على بقاء الإنسان لأنها فكرة خاطئة لأن الله دخل للإنسان بهذه الأشياء ولذلك التعامل مع الناس بفكرة وحدة الأب اللي هي وحدة النسب الإنساني فيها يسمعها وحدة النسب الإنساني فيه نسب إنسان إحنا متحدين فيه وتذكير للإنسانية بأنهم أخوة لأب واحد لابد إن هم يحافظوا على هذه الإخوة في كل وقت حتى أوقات الصراع والحروب لابد إن إحنا نفتكر إن أبانا واحد وهو آدم وعدونا واحد هو عدو آدم إبليس اللي عين ولذلك ما يبقاش عندنا جيوش بتمشي خلف إبليس فتقول زي إبليس أنا خير منه لا ما فيش حد أفضل ولذلك يجي بعد كده الأمر التاني اللي حضرت النبي صلى الله عليه وسلم بين فيه بيت تمايز بناء على اللغة مش عشان أنت بتتكلم إنجليزي أو عبري يبقى أنت كده سيد الكوكب بس سيد الكون ولازم كله يخدمك ويحقق لك مصالحك حتى لو كان ده على رقاب الناس وجسسهم آه أنت ممكن تكون على فكرة أنت لغتك هي اللغة التكنولوجيا دلوقتي لكن ليس معنا ذلك أن أنت أفضل من غيرك ولذلك حضرت النبي صلى الله عليه وسلم يقول العربي زي غير العربي بالضبط نفس الحقوق ونفس الواجبات مع أن فيه دنة فيه كلام عن اللغة العربية وإنها لغة أهل الجنة لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين بإني لا فضل العربيين على أعجمية ولا الأعجمية على أعربية وكأنه بيكلم عن حنة إن ما يجيش حد يقول عشان هي لغته مش لغة العرب الفقرة واللي معنومش كنيكولوجيا يبقى هو الأفضل لكن فيه فرق كبير جدا 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 ما بين التمسك بالهوية أو حتى قدسية اللغة وبين التفضيل بناء على اللغة أنا متمسك بفويتي وأرى أن اللغة العربية لغة مقدسة لأنها لغة القرآن الكريم فده شيء مقبول لكن أنا أفضل أرى نفسي بقى بسبب اللغة أنا أبقى أفضل من غيري ده أمر غير مقبول لا شرع أن أنا قانونا وزي الجيل أمر التالت بقى اللي بيمنع التمييز بناء عليه وهو اللون وإحنا عارفين إلى أن كتير من المجتمعات بتعيش تمييز عنصري ضد لون معين من البشر والحد وقت قريب جدا كانت بعض المجتمعات بتنظر إلى أصحاب البشر السمراء على أنهم رقيق أو آكلوا حم بشر مع أن منهم مسقفين وعلماء وقادة وأبطال ولكن كانوا بيحرموا من حقوقهم لمجرد لونه لكن شوف حضرت النبي صلى الله عليه وسلم من قبل ما الناس دي تتبني دولهم ولا يعرفوا يعني إيه حضارة حضرت النبي كان بيقول لا فضل لأحمر على أسود ولا لأسود على أحمر إلا بالتقوى فالتمييز والتفاضل مش موجود ما بين الناس على أساس اللون ولا على أساس اللغة وما الناس يتفاضلوا على أساس إيه مين إن أكرمكم عند الله أتقاكم يبقى الناس بتتفاضل بماذا بالقرب من الله ومين القريب من الله بالتحديد القريب من الله سبحانه وتعالى هو الأكثر نفعا أو القريب من الله لو أردت أن تتعرفه هو القريب من الله الذي يحيا بالحق والرحمة والخير والجمال هو ده القريب من الله اللي حياته كلها حق وحياته كلها خير وحياته كلها رحمة وخير وجمال غير كده ما فيش ميزة الأفضلية كل البشر السواسية كأسنان المشتزى كما ورد في حديث الرسول الله وهذا المعيار اللي هو معيار التقوى معيار إلهي ربنا اللي حط لأنه هو الأعلم لأن الله سبحانه وتعالى والله عليم بالمتقي يبه هو الله سبحانه وتعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير يبه من اللي يحدد من أهل التقوى الله ويقول حضرت النبي صلى الله عليه وسلم التقوى ها هنا ويعشره إلى صدره صلى الله عليه وسلم يعني لا اطلاع لأحد على تقوى الآخر علشان كده محدش يقدر يفاضل نفسه على الآخر لأنه محدش عارف التقوى شكلها ايه ويتعامل مع كل الناس على انهم اخواته لأنهم مشتركين معهم في قدم احنا عارفين ان المساق الأمم المتحدة بيقول وبيكرس وبيقوم على مبادئ الكرامة والتساوي الأصليين بين جميع البشر فين بقى التساوي ما بين كل البشر في الأحداث اللي بتحصل دلوقتي مش المواثيق دي فيها ان جميع البشر متساوون امام القانون ولهم حق متساوين في الحماية من اي تمييز ومن اي تحريض على التمييز فين بقى فين الكلام ده مش المواثيق دي فيها ان اي مذهب للتفوق القائم على التفرقة العنصرية مذهب خاطئ علميا ومسجوب ادبيا وظالم وخطر اجتماعيا وبانه لا يوجد اي مبرر نظري او علمي للتمييز العنصري في اي مكان امال ليه بقى هذه الازدواجية الفجة اللي احنا شايفينها ليه الكلب مكيالين احنا كنا من قبل كده بنشوف الكلب مكيالين في الاقتصاد لكن هي وصل الكلب المكيالين بيفي الدم بيبقى فيه دم كتير بيساوي دم قليل او يتحول العقاب الجماعي الى شيء مبرر لان فيه حد حاول انه يدافع عن حقه فيا سادة ما ينفعش كده يعني اذا حصل ده مش ممكن ابدا يكون هو ده اللي عدتباني عليه حياة البشر مش الامم المتحدة شجبت الاستعمار وجميع ممارساته وممارسات العزل والتمييز المقترنة بهذا الاستعمار في كافة اشكالها وحيثما وجدت في قرار الجماعية العامة رقم 15-14-1514 اللي هو صدر في سنة 1960 ومليه لحد دلوقتي جيش اللي احتلال مش سامع القرار ده ولا هي قوانين على ناس مناستان يا لأ الحقيقة ان القوانين دي موجودة وكتيرة وقرارات دي موجودة وكتيرة لكن مين هينفذ هذه القرارات مين هيحترم الكرامة الانسانية عشان كده انا فهمت ليه حضرة النبي صلى الله عليه وسلم هو بيوجه الكلام للناس كلها بيقول فليبلغ الشاهد ومنكم الغائب عارفين ليه لان فيه ناس عايشين في وسطنا كأنهم غايبين كأن المواسيق دي والكل الكلام ده ما وصل لهمش فاحنا بنبلغهم بنقولهم على فكرة يا جماعة احنا متفقين واحنا أسابقين الاتفاق ده احنا متفقين من ايام حضرة النبي صلى الله عليه وسلم اني لا فضل لعربيين على اعجمي ولا لعجميين على عربي ولا لأحمر على اسود ولا لأسود على احمر الا بتتقو احنا متفقين من زمان والمواسيق جت وقرار 1514 جه واحنا متفقين يا ناس ياللي غايبين ياللي انتو نايمين احنا بنبلغكم فليبلغ الشاهد ومنكم الغائب فنتمنى ان يكون العالم لسه فيه حد ضمير وحي علشان نبلغه محتاجين الحقيقة مراجعة شاملة للأليات الالزام الدولي وكيفية التنفيذ وقفة جدة للعالم لو هي لسه بتحاول تحافظ على البقاء الانساني يبقى احنا محتاجين نقف وقفة حقيقية عشان نحافظ على القيم الانسانية اللي اهمها القيم اللي جات في حديث الرسول اللي عليه وسلم اللي يقيم قيم العدل وذلك التقوى عدل محدش يحصل له افضلية الا بالتقوى وده عدل وقيمة المساواة لا لفضل اللي احد اللي على احد بحاجة هو مالوش يد فيها زي اللون وزي اللغة فما فيش حد لي افضلية واحد يقول لي ما انا اللي تعلمت اللغة لا انا نتكلم عن اللغة الاصلية العربية والانجلي والاعجمية ده انده ما كانتش ديك فضل وبين اللي خلق اللغة تقول زي كثير من المعلماء بيميلوا الى مسألة ان اللغات دي موضوعة من الله هو الذي اوجدها سبحانه وتعالى ولذلك يبقى عندنا العدل المساواة الانسانية كلكم لآدم ان اباكم واحد فلذلك فليبلغ الشاهدوا منكم الغائد بلغوا العالم كله ان احنا ماذا شهود على اللي بيحصل احنا شهود على اللي بيحصل اللي امرنا ان احنا نشهد على ده رسول الله وهنفضل شهود هنفضل شهود ونصنف ونصنفات تسجل هذه الجراءة هنفضل شهود ونعلم اولادنا ان هم لا يقبلوا باي حامل احوال اي نوع من انواع التمييز العنصري ويفضل اللي بيميز تمييز عنصري عدو ومجرم وبيحاول بقدر ان كان يهد الانسانية كمان عن كون شهود زي ما امر الرسول اللي قال احنا نكون شهود عن كون شهود على ايه على حق صاحب الحق ونقف جنبه ونساعده ان هو يطالب بحقه ونساعده ان هو يتمسك بارضه زي الجزور جزور الشجرة اللي ما تتقلعش من الارض وعن ساعده كمان بان احنا نسقيه ونساعده ونقف جنبه بكل ما لدينا من قوة عشان تفضل الارض الاهلاء تفضل الارض الاهلاء لان ما حدش عنده افضلية ييجي ياخد ارض حد وهي مش من حقه مفيش حد من حقه ان هو يتعد على حق حد تاني لاننا كلنا متسويين العالم بقى اللي بيكيل بمكيلين ويعتبر ان دولة لو اعتادها على دولة فده بتعتدي على سيادتها ويبقى اوكراينيا عندها كل الحق لو ان هي مرسة اي نوع من انواع الدفاع عن النفس في حين في ناس تانية مش من اصحاب الجنس الابيض ولا الضم الازرق مش من حقهم خالص انهم يعيشوا في ارضه لكن يتهجروا ماشي ويتقزوا ماشي لكن الحقيقة ما حدش هيرضب ده وزاك علموا اولادكم او الاجراء علموا اولادكم ان رسول الله امرنا بالانسانية وامرنا كمان بالمساواة وامرنا بالعدل وزاك العدل هيفضل قيمة اساسية عندنا هو والمساواة والانسانية وتفضل دي اهم اركان الرحمة في الانسانية ويفضل ده هو الباب الواسع اللي احنا هنحافظ به على قيمنا واخلاقنا الامر التاني لازم نربط ما بين شعورنا بالتقوى والحفاظ على الانسان كل الانسان احترم كل البشر واحترامنا للبشر وتقدرنا للبشر وعدم النيل منهم ده جزء من مفهوم التقوى وعشان كده هنفضل في ده و هنفضل كمان بنعلم اولادنا و نعيش في حياتنا و احنا متمسكين باني كل الفضل من عند الله سبحانه وتعالى و ان ربنا واحد و ان ربنا سبحانه وتعالى يرى و يسمع كل ما يحدث و ان احنا مش وحدنا احنا معانا الواحد سبحانه وتعالى و نفضل ثبتين و يفضل اللي احنا بنعمله ده من تجليات قولي تعالى يسبط الله و الذين امانوا بالقول السابت بعض الفاصل نلتقي بحضراتكم و عشان نجيب على اسئلتكم المباركة وتكون دايما جسل موصول بيننا و بين احبابنا اللي نسأل الله سبحانه وتعالى انه يجعلنا دايما في محل رحمته و محل بركته و محل فضله و محل توفيقه اول سؤال عندنا بيقول فضلت الشيخ والدتي متوفية بقى لها اربع سنين اتوفت بمرض في بطنها ساعتها كانت الظروف على قدنا و هي كانت محتاجة اكل و رعاية انا دايما حاسة اني انا كان بايدي حاجة و ما عملتهاش و قلب واجعني بس الموضوع ده مدايقني السؤال التاني حماتي لما بتكون عايزة حاجة او نفسها في حاجة جوزي على طول يتكلم امي نفسها امي عايزة و لما يكون عيالهم محتاجين حاجة او اكل او نفسهم في حاجة الموضوع بيعدي عادي و انا ببقى متضايقة و بكلمه بقوله انت هتتحسب على عيالك اش معنى والدتك تبقى عايزة تجيب مع اني حماية مش مخليها محتاجة حاجة هل انا كده عليها زم ده سؤال مهم لازم نجاوب عليه بشكل واضح لان التداخل الموجود ما بين مسألة العلاقة ما بين الزوجة والام الزوجة طبعا انا عارف هي حسد بدا ليه حسد بدا لانها خافت انها تكون من المطففين الذين اذا اكتلوا على الناس يستوفون واذا كلوهم او وزنوهم يخسروا ليه لان هي حسد انها لما كان الكلام عن امها زي ما هو في السؤال الاولاني كده وزي كيها سألت السؤالين مع بعض الكلام لما كان مع امها ايه اللي حاصل حسد بالذنب انها اثرت في حقها لكن جوزها لما جاي بيهتم بمامته وبأمه ايه اللي حاصل هي حسد بان هي ايه ده انت بتهتم بأمك اكتب من اولادك ليه فعشان كده السؤالين جايين مع بعض وانا ملاحظ الرابط ما بين السؤالين السؤال الاولاني سؤال هل انت عليك زنب في تقصيرك مع امك لا انت معالكيش الزنب خالص ان شاء الله ليه لان انت بتقولي ان انت بذلت ما عليك في ظل الظروف والامكانيات اللي كانت عندك ما تكنتش تقدر توديها مستشفى افضل فحصل لها ان هي تلقت العلاج في مستشفى انت شفتها مش افضل حاجة او تلقت العلاج بمقدار معين انت ما كنتش تملكي اكثر منه فانت لا يكلف الله نفسا الا وسعى وبالمناسبة والدتك ما ماتتش بقلة الامكانيات هي ماتت باجلها يعني هي ماتت لان هذا اجل اجله الله لها مش ماتت لانك انت ما عملتيش اللي عليك لا هي ماتت باجل الله وعشان تطمني حديث سيدنا عبدالله بن مسعود ان الانسان بيجمع خلقه في رحم امه اربعين يوما نطفة ثم اربعين يوما علقة ثم اربعين يوما مضغة ثم يأتي الملك فانفخ في الروح ثم يكتب من ضمن ما يكتب يكتب اجله وعمره وشقيه نفسعيد فكل اللي خاص بولدتك كان انتهى من قبل وجودها فلذلك انت لازم تفهم ان ده اجل والدتك وان ربنا هو اللي قدره وربنا هو اللي كتبه وانت اذا كنت بذلت ما كان في وسعك في ذلك الوقت ما الذي كان مطلوبا منك رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في بيان لهذه المسألة ان من كان عنده فضل ظالم فليعوض على من لا ظهر طب اللي ما عندوش خلاص وربنا سبحانه وتعالى بيان لنا لكل اجل الكتاب خلاص يعني كل اجل المكتوب فانت ما كانش عليك شيء السؤال التاني بقى انا شايف ان احنا ممكن نتعامل بهذه مع هذه مسألة بذكاء ايه الذكاء بقى انت بتحب والدتك وانا عايز اولادك يحبوك زي ما انت بتحب والدتك ايه اللي حاصل لا تقول له له وقلل اهتمامك بامك ليس اذا اول عقل ولكن قولي له احنا محتاجين نهتم باولادنا عشان اولادنا فيه ظرف جديد حصل لهم فنجعله هناك سبب للاهتمام بالاولاد فانت لو عملت ده اتنهلي علي المسألة لكن انت ما تدخلوش في مقارنة يبدو ان والدته انت مش بالنسبة لك مش افضل حاجة انت افضل حاجة عندك اولادك وهو ليس اهتمامه بولدته يعني ان هو اولاده لا يسوينا شيئا عنده ابدا هو اهتمامه بولدته لانه يرى ان والدته في هذا الوقت من عمرها لا تستطيع ان تقضي اكثر حاجاتها لكن والدته ولكن اولادك انتو الاثنين بتهتموا باولادك باولادك فانا لا ارى ان انت تقولي له قلل الاهتمام بامك ولكن اقول له ان اولادنا في الظرف اللي احنا فيه ده محتاجين اهتمام اخر ونبتدي نتكلم مع بعض ايه هو الاهتمام الاخر يعني ما روحش اقارن ما بين اهتمامه بولدته واهتمامه بالاولاد انت الحمد لله عملت كده وازن ان ده كان اجراء من اسوأ ما يمكن ايه ده يعني اسيبه يهتم بولدته ويفضل ما وروش حاجة غير والدته وما يهتمش بالاولاد انا ما قلتش كده انا قلت ان احنا نجلس معا دي جلسات انا نسميها جلسات الاتزان الزواجي نجلس معا ونتكلم عن احتياج اولادي الى مزيد اولادنا الى مزيد من الاتمام يعني هي مش المسألة هو بيدي مين اكتر يعني هو لو اهتم بولدته على حسب حتى كلامك على حسب كلامك لو هو يهتم بولدته اكتر ما بيهتم باولاده هي العبرة احتياج اولادك مش العبرة هو بيهتم بمين أكثر لأنه إذا كان هو اهتمامه بولدته مأمور به شرعا وقدر ربك ألا تعبده إلا إياه وبالوالدين إحسان فإذا كان هو بيعمل الكلام ده من قبل الإحسان فهو ليس عليه إثم وليس عليه شيء وليس عليه حرد لكن هي المسألة إنه يكون بيعمل الكلام ده ويأتي على حساب قوله صلى الله عليه وآله وسلم كلكم رعا وكلكم مسؤولين عن رعياتي أو يخالف تحذير رسول الله سلم إن من أعظم الاسم أن يضيع الرجل من يعول بالعكس أنت لأولادك أنت بتشوف أن أولادك عيحسوا بأنهم مش ممين لو أنهم متوازن يعني بيعطي لأولادك ما يحتاجه هم عيشوفوا الشخص ده عارف يعني امتداده بالعكس ده يكون أحسن لك بكتير ولذلك أنا شايف أن الطريقة الأفضل زي ما قلت لحضرتك أن أنت تجلسي معاه وتشوفه إزاي تتزوده اهتمامكم بأولادكم مش أنك أنت تعطبيه أو تحسبيه أو تشتد عليه في أنه هو مهتم بوالدته مش دي عتكون أحسن إن الإنسان يحس أنه أنزل من على كتفه الأحمال يحس أنه أخف فوقف العمرة بيحس أنه خلاص حس أنه خرج من أحمال ثقيلة على كتفه ده بإيه سببه؟ إن العمرة باب من أبواب المغفرة إن العمرة باب من أبواب تفريج الكروب إن العمرة باب من أبواب الإحساس بعون الله سبحانه وتعالى وسنديه ومددي فلذلك الإنسان لما بيروح العمرة بيحس أنه هو وكأنه شفيا من مرض وكأنه أنزل الأحمال من على كتفه يحس أنه وكأنه عاد وكأنه مولود جديد كل ده حاجات مهمة جداً أنا هاختم بالأمر الثالث اللي بيحسه أهل الله لما بيروحوا العمرة بيحسوا بإنهم عندهم بينهم وبين الله صلة فيحبب لهم الدعاء ويحبب لهم الكلام مع الله ويحبب لهم الخلوة مع الله سبحانه وتعالى ويحبب لهم إنهم يجلسوا ويكلموا الله سبحانه وتعالى المعاني التلاتة اللي أنا قلت لها الوسع وكمان القرب وكمان الإحساس بإن في بينك وبين الله يوصل لو بس بنخرج بيها بنخرج بالتلاتة دولة بس من العمرة يكفينا وده أعظم شيء وأعظم منا ممكن تكون ربنا سبحانه وتعالى بيكتبهن إذا إحنا عجرنا إلى الله سبحانه وتعالى فسنجد الله سبحانه وتعالى يفتح علينا أبواب الفضل وأبواب الكرم وأبواب النعمة واجعلنا في خير حال يا رب جعلنا على الدوام من أهل طاعتك وأهل محبتك يا سيدة إحنا النهاردة تكلمنا عن مبادئ من أهم مبادئ الإنسانية أسس فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله الرحمة وكأنه كان يترجم لنا الرحمون يرحمهم الرحمن وتعالى يرحمهم من في الأرض يرحمكم من في السماء نرحمهم إيه؟ نرحمهم من في الأرض من التمييز نرحمهم من في الأرض من العنصرية نرحمهم من في الأرض من محاولة أن أحد يسفك دم أحد بدم بارد اللهم اجعلنا من أهل العدل ومن أهل المسواة ومن أهل الإنسانية واجعلنا دائما يا رب باب رحمة وباب خير وباب جمال على كل عبادك يا رب العالمين واجعلنا في ذلك نرى الوجه الكريم وجه حبيبك المصطفى لنكون معه في الأولى قبل الآخرة واجعلنا على قلبه وعلى أخلاقه على الدوام يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين رزقنا يا رب العالمين أخلاقا حسنة تجعلنا مع صاحب الخلق الحسن سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم